يسأل عن قول الله عز وجل على لسان مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية يقول كيف يعني تقية يا عبد الله بارك الله فيك أولا بالنسبة لهذه الآية التي جاءت في سياق بدايات قصة مريم عليه السلام حينما اعتزلت وانفردت واتخذت مكانا بعيدا عن أهلها وأرسل الله تعالى إليها جبريل في صورة إنسان فارتاعت وخافت حينما رأته هكذا مفاجأة وهذا شيء طبيعي فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية يعني إن كنت من المتقين فإني أعوذ بالرحمن منك أعوذ بالرحمن منك إذا كنت تخاف الله وتراقب الله عز وجل وتتقيه أنك ما تمسني بسوء نجرة العادة أن المرأة إذا انفردت ومر بها غريب يعني قد يطمع بها قد يطمع بها فهي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيه يعني إن كنت من المتقين الذين يخافون الله عز وجل فلا تمسني بسوء ولا تلمسني ولا تقترب مني لأنه ظنته من البشر وهناك قول طبعا ليس له أصل حتى في كتب التفسير يعني يقولون هكذا يقولون أن هناك رجل اسمه تقي في زمن مريم كان من أهل الشر والعرامة والفساد وكذا فظنته هو وهذا ليس له أصل لا هي ارتاعت وتفاجأت من هذا الرجل الذي هو جبريل طبعا في صورة آدمي في صورة إنسان فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيه وهي بدأت بالأسهل فالأسهل على القاعدة الشرعية يعني دفع الشيء دفع الصائل بالأسهل لكن هو بشرها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي بارك الله فيك